الله سبحانه وتعالى مني تكلم على الزواج في القرآن لا تكلمني ناشي على الحب نعم نتكلمني على المودة والرحمة اللي هي أعظم من الحب يعني كي يجي الحب والحب شخصيا أنا نفسد لك من نظري الحب واحد لحظة دي المشاعر زوينة كتقدر أنها تمشي إلى مكانش المودة ومكانش الرحمة ولكن التعبير أو للتفسير العميق للمودة والرحمة في العلاقة الزوجية يا أستاذ أناس بسم الله الرحمن الرحيم جميل أننا نبدأ من الأصل يعني العلاقة الزوجية الأصل فيها هي أنها ميطاق غاليد يعني فيها واحد الاتفاق فيها واحد تعاقد مع الله سبحانه وتعالى وهذا اللي كان نساويه بزاف دي الأحيان كحسابنا واش نحن متفقنه مع بعضياتنا ولكن رأى فيه اتفاق مع الله عز وجل هو اللي كي يكون يعني جمع بين هذا الرجل وهذا المرأة على كتاب الله والسنة رسوله ثم من الأسس دي الحياة الزوجية بطبيعة الحال المودة والرحمة والسكينة لأنه السكينة هي ذاك الهدوء هي ذاك البيت الهادئ المطمئن ذاك البيت اللي فيها النوايا الصافية ذاك البيت اللي كي يجمع ما بينجوج الناس على يعني واحد الحياة اللي هي إن شاء الله اللي تكون مستمرة ودائمة وفيها ولدات وفيها كثير من الأمور لهذه يعيشها ذاك الزوج وزوجة فالمودة والمحبة هما قراب وما ولاد الأم لا بغينا نقوله والأولاد الخالاء يعني قرب من بعضياتهم هالفرق المحبة شعور المحبة كتكون على المستوى الشعوري المودة كتكون على المستوى السلوكي يعني إحنا محتاجين في العلاقة الزوجية أننا نكونوا كنتعاملوا بمودة يعني بطريقة عملية أكثر من نكونوا هير تنقولوا شعارات وكنقولوا خطاب وكلام زوين وإن كان حتى الكلام زوين والمشائر هي أساسية ومهمة وهي الدافع إلى السلوك العمالي حيث لما عنديش ذاك المشائر أرام هاليش النود ندير ذاك السلوك العمالي الإيجابي اللي فيه ذاك المودة ورحمة بين الزوجين هير هو الله سبحانه وتعالى أكد على المودة في الخطاب دياله لأنه إحنا محتاجين للأشياء عملية واللي كي أكد المسألة هي شوفوا رحمة الرحمة فقط شك نحتاجها من لي كي يكون ذاك الإنسان الآخر مريض الحال دياله تغيير الوضع دياله ماشي وذك الوضع اللي أنا كنعرف فأنا هنا سأنتقل من المحبة والمودة إلى الرحمة لأن هنا سترحم ذاك الإنسان اللي معك عظيم الرحمة في هذا طبعا طبعا وهو الرحمة هو الله عز وجل يعني يشوف الله سبحانه وتعالى من الأسماء دياله الحسنة الرحمن ورحيم اللي أكيد بدون رحمة ما كناش نعيش في هذا الكون لو أننا ربي ما رحمناش بعد أولا ما نقدوش نعيش ثانيا إحنا بعضنا البعض كبشر لو أن كل واحد فينا يوقف عند الخطأ دياله ذاك الإنسان اللي قدامه را ما يمكنش من بعض الأشياء الجميلة اللي كتعجبني هو أنه تيقولك لو كانت لي الدونه برائحة تخيلي واش هذين قدوش نقلس واحدة بعضياتنا من رائحة لها تكون خارجة من الدونه بدينا فلذلك الله عز وجل أعطانا رحمة أعطانا رحمة اللي بها كنقدو نتغافلوا وبها كنقدو أننا نخليوا كيفما تنقلوا بالدارجة ديالنا تنخليوا الميدوز نعم في عدد وتنخليوا هذه العلاقة تبقى مستمرة وهذا هو اللي يبغينا نأكدوا عليه اليوم أننا في هذه العلاقة راه يمكن بك تبدأ هي غالبة أنت تبدأ بواحد المحباب بواحد المودة بواحد الإقبال بواحد الإعجاب بواحد الفرحة بواحد السعادة ولكن في الطريق في الحياة الزوجية كيكونوا محطات اللي كتكون فيها مشاكل اللي كيفطر فيها ذاك الشعور يعني الفطور ديال الشعور هو أن ذاك المحباب تتبقاش متأجيجة كيفما كانت في الأول كتبت تحس بحالة ما بقيتش كان أبغي ذاك الإنسان كتبت تحس بحالة شعر كدفة شوية كدفة وقدت تقول واقع لا زربت واقع لا مكان شعليا ومنك يجيوا الوليدات خلاص المشاكل والمسؤوليات والصعوبات وخاصة بزافة الأزواج ما كيكونش عندهم المهارات الكافية لتدبير هذيك العلاقة الزوجية نحن فمنك تنوقعوا في شي محطة من المحطات كيقدر الإنسان يبدأ يحس بذاك الفطور في ذاك المشائر في ذاك المودة في ذاك شي فهنا خصنا نعرفوا بأن هذه مسألة عادية وتحتاج منا إلى تجديد في هذه العلاقة يعني ماشي نهيو العلاقة دبا كين فرط ما بين نهي العلاقة ونقول صافي وناد شي ما بقاش خدام لي وننقلب على شارك حياة آخر وكين من الناس اللي يقول لك أنا نبقى يبوح دي حسن لي وده كلم ماشي صحيح